تحذير من الكنيسة القبطية الأرثوزوكسية من عند نيافة الحبر الجليل الأنبيوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمانيل وفم الخليج حول شخص بيدعي صفة الكهنوت تحديدا قال ايه شخص بينتحل صفة كهن ويغدع أبناء الكنيسة في مصر القديمة وجاء ذلك ضمن بيان نشروا المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوزوكسية نص البيان وصلتنا شكاوى عديدة من شخص بيدعي أنه كهن يعني الناس بتشتكي هذا الشخص بيدعي أنه كهن في الكنيسة المعلقة بمصر القديمة وأن اسمه أبونا دانيال ويتواصل تليفونيا خلوا بالك بقى بيتواصل مع مين؟ مع فتاة وسيدات ويعرض عليهن فرصة عمل في محول أمية مقابل مرتب مغري الناس بتدور بنت بتدور على شغل واحدة عايزة تساعد جزهة ففرصة فداخل المدخل ايه يغري بيد ناس مقابل مرتب مغري ويطلب منهن إرسال صورة شخصية وبياناتهن على رقم تليفونه وهنا بقى الخطورة اللي بتحذر منها الكنيسة وبيحذر منها نيافة الأنبة يوليوس لذا نحذر أبناء الكنيسة القبطية الأرثوزوكسية عمتا وشعب كنائس مصر القديمة والمانيا الوفم الخليج من الشخص المشار إليه وننصح الجميع بتوخي الضقة في التعامل مع مستهادي الأمور وعدم الإدلاء بأي بيانات قبل الرجوع للكنيسة ومسؤوليها لتجنب الدخول في مشكلات مع أشخاص يعني ما روحش اشتكي بعد كده أصدف فلان جالي وهو قال لي أنه هو أبونا في الكنيسة فلان دي حضرتك بتصلي في الكنيسة عارف أبقى هالكهنة متعملش مع حد تاني جالك حد بقى قالك أنا جديد أنا مش عارف مين معلش فيه كنيسة أنا بتعامل معها أم معرف حضرتك مين الأول لأنه بتحصل مشاكل وهنا برضو يفتح لنا تاني وتالت ورابع إن إحنا نتعامل مع الكهنة اللي إحنا نعرفهم فقط لو حد أنا معرفوش أحترمه كل حاجة بس ما دهوش أمان أنا عرف هو مين هو كهنة مع أي واحد يلبس لبس كهنة وماشي بيه ويقول لي أي كلام عايز فلوس عايز تبرعات عايز 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 وفي الآخر بنفجأ أن نسبة كبيرة أو أغلبهم يا طبعا بيبقوا نصابين لأن الأب الكهن بتاع الكنيسة لو فيه تبرعات بيبقى فيه إصلاة بتبقى أنت عارفه بتقدم حاجات للكنيسة من خلال الكنيسة فقط وياريت للمرة التانية والتالتة والعشرة ما تسكوش في حد على شبكات التواصل الاجتماعي السوشيال ميدي اللي بعت لك على المسينجر اللي بعت لك على واتساب جاب رقمك من أي حد أو تلاقيه عند حد فيتقال أستنى شفته عند حد فقلته هو أكيد تعرف حالك تعرفيه؟ أنت يا بنتي تعرفيه؟ أو حضرتك يا سيدتي الفاضلة تعرفيه؟ ما تتعامليش معاه عارفاه في الحقيقة أبونا فلان وده الأكاونت بتاعه وتعرفيه اللي بتصلي عنده في كنيستك خلاص تعاملي معاه أنت فيه كنيسة وهو الأب الكهن لكن على السوشيال ميديا يقولك أنا أبونا فلان اللي بعمل كذا اللي مش عارف بعمل كذا فرصة سعيد بلكيه مش ناخد وندي معاه بلكيه لأن الناس كتير جدا بتنصب من هذا الموضوع فياريت عشان ما نرجعش نشتكي ناخد بالنا من هذا الكلام لكي لا تحدث مشاكل وخاصة 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 السيدات الفاضلات والفتيات والفتيات بناتنا الصغير شكرا